بسم الله الحمد لله أخذنا في الدرس الماضي أسئلة خمسة قبل أن ندخل في الدرس بسم الله والصلاة والسلام يا رسول الله بنا أخذنا أخذنا 5 سؤالنا أخذنا لماذا لن ندرس التوحيد لماذا لن ندرس التوحيد حق الله العبيد والأقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل اللبين ولدخل الجنة للموحد لماذا لن أخذنا هذا الكتاب لماذا لن نسيحة العلماء لن نسيحة العلماء السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار قلنا ما تسأل عنهم في قبرك ما هي الأصول الثلاثة بإذن الله الإجابة عن أسئلة القول فقلنا محتوى هذا الكتاب محتوى هذا المتن يحتوي هذا المتن على أمور خمسة المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة سورة العصر علم وعمل ودعا وصور المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة أقسام التوحيد لماذا ندرس التوحيد مست Goes Who ندرس التوحيد المسائل الثلاثة سورة العصر ندرس التوحيد الثلاثة المسائل الثلاثة بالمسائل الثلاثة ودلين عليها سورة العصر. لابد أن تعلم أولاً. فإذا تعلمنا لابد أن نعمل بذلك تعلمنا. تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به. أن نصبر أولاً على العلم. ثم نصبر على العمل. ثم نصبر على الدعوة. صناعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسراتنا. الذي يتعلم ولا يعمل في شبه باليهود. والذي يعمل بلا علم في شبه بالنصار. والذي يعمل بلا علم في شبه بالنصار. أي أحد من الناس مسلم وكابر عندما تسأل هل تريد الربح والخسار؟ يقولوا يريد الربح. الذي يريد الربح لا يأتي بهذه الأمور الأربع. هل من الناس مسلم ومن الناس مسلم وكابرين يعمل بلا علم في شبه؟ ولا أريد أن تجاهد نفسك بهذه الأمور الأربع. فإن تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر. يقصم العلماء تعالى صبر إلى ثلاثة أقصار. تباوا في سبرة على ت Lion الله حتى تأدى تصبي على السلام والصيام والحج فقط على الإعداد والحج يعني مثل روز وحج يغلق منه يغلق منه فقط على تصبي على المحرمات يعني تجنبها سبرة على الروم بعد حرامата اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة